السنة دي من دلوقتي هون بقول لحضراتكم أولى المباراة الزمالك وبيرامدز المباراة دي هتتأجل ليه؟ لأن بيرامدز هيواجه الجيش الرواندي في كيجالي في رواندا يوم 17 سبتمبر وبالتالي حيتم تأجيل مباراة بيرامدز مع الزمالك أدي أولى المؤجلات هل حد يقدر يطلع دلوقتي يقول المباراة دي تأجلت ليه؟ لا طبعا ما هتشكل ليه؟ لأن دي مباراة نادي بيرامدز بيلعب فيه البطولة الإفريقية وبالتالي يجب أن تؤجل مباراةه طب نادي بيرامدز يصل للمباراة النهائية في البطولة الإفريقية تؤجل مباراةه تؤجل المباراة إيه اللي هيحصل يعني؟ وإحنا بنتكلم مع حضراتكم القرعة يعني كانت شغالة فاللي أنا بقوله أنه مفيش مشكلة في التأجيلات طالما هناك أسس على أو مصطرة واحدة خلينا النهاردة في موضوع المصطرة الواحدة طالما فيه مصطرة واحدة يبقى كل الدنيا ماشي بشكل جيد محدش هيكلم محدش هيقدر يتكلم محدش هيقدر يفتح بقه لأنه اللي بيطبق على الأندية على الأهليه على الزمالك على الإسماعيليه على بيرامدز على فيوتشال على كل الأندية بيطبق على الثمنتاشر نادي فعشان كده بقول لحضراتكم خلي بالنا الفترة القادمة إن شاء الله إن شاء الله